طبعاً النهاردة هو أقدم عيد يعني عرفه المصريون القدماء عيد شم النسين العيد اللي اعتقد المصريين القدماء أنه هو يوم بدء الخلق يوم بدء الخليقة يعني هم ما اعتقدوش أنه هو بس عيد الربيع لا ده هو يوم خلق الله الأرض كان اعتقد المصريين القدماء أن هذا هو العيد واحتفلوا بيه من سنوات طويلة وطبعا ثابت على الجدران والمعابد قصص احتفالهم وخروجهم في المتنزهات والحضائق العامة بكل الأسماك اللي حتى الآن موجودة في ترسنا شم النسيم الأجواء الجميلة الفسح الخروجات اللي الناس متعودة عليها مظاهر ما زالت موجودة حتى الآن في المصري بنسخته في عام حتى 2024 النهاردة كل الجنائن والحضائق العامة هتكون فتحة هتستقبل كل الجمهور إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على الجميع الكل يستمتع بأجواء شم النسيم بعد شتاء قارس البرودة ويمكن صيف يبقى برضو حر جدا هنشوف إلا هيجرى بس النهاردة درجة الحرارة 28 لا قارس البرودة ولا صيف حر جدا الأجواء مناسبة للنهاردة للخروج ولعب الأطفال وتلوين البيض والاستمتاع بالحفلات خصوصا إن الشركة المتحدة اللي شايلة على عاطقها فكرة لطيفة جدا مؤخرا إنها تجدد في مواسم الاحتفالات في الفترة الأخيرة أطلقت أكبر برنامج طرفيه في عياد الربيع في المحافظات المصرية الاسم هيكون ليالي مصر واللي ابتدى مبارح في محافظة المنوفية وأحياء الفنان حكيم وكمان كان معاه محمد عدوية في نادي سيتي كلاب في شبين الكوم الاحتفالات دي لسه مكملة وحيشارك فيها كبار النجوم وحتكون متاحة لكل الجمهور بأسعار مخفضة حفلة النهاردة هتكون موجود فيها رامي صبري ومعاه كمان الفنان الشعبي مسلم يعني أعتقد أن موجودة في العبور النهاردة الاحتفالات برضو لما بتبقى موجودة بالشكل ده بيبقى لها طبيعة خاصة وأعتقد أن الناس كلها بتقبل وبتروح علشان تحضر هذه الحفلات بنعيد بقى الأمجاب بتاعت زمان لالة التلفزيون والأيام الجميلة دي وبنشوف بقى المصريين وهما فعلا حتى من خلال بيوتهم يعني وجودهم في البيوت بيتابعوا هذه الحفلات الفكرة أن تكون هذه الحفلات في معظم المحافظات يعني ما ننتقلش أو ما تبقاش مركزها بس منا في العاصمة يعني تنتقل من العاصمة لكل المحافظات المصرية وده بيتيح طبعا الفرصة للجمهور خارج القيارة أنهم يحتروا حفلاتها للمطربين المفضلين ليهم دون أنهم يضطروا أنهم يسفروا للعاصمة بحق فكرة أيضا العدالة الفنية إتاحة الفن للجميع لكل فئات المجتمع في كل المناطق وفي كل المحافظات سواء في صعيد مصر أو في رفع فكرة أن الحفلات تكون متاحة كمان من خلال تذكرتي في مختلف المحافظات مش بس بيحقق العدالة الثقافية والعدالة الفنية لا ده ممكن يكون بيدعو للسياحة الداخلية وللترويج للسياحة الداخلية الناس هتبتدي تسافر المحافظات القريبة وراء فنانها المفضل من زمان جدا المحافظات في الأفراح وفي المناسبات الكبيرة بتجيب أحسن وأفضل وأكشهر النجوم ولكن ما كناش متعودين نلاقيهم موجودين في حفلات عامة إن شاء الله الناس تستمتع السنة دي بالحفلات وبأجواء الربيع اللطيفة مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر